أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي وذلك إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرة الصحة العامة التي تحظى برعاية المبادرة الرئاسية وتمس الفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك خلال متابعة لرئيس مجلس الوزراء لجهود قطاع الصحة في النهوض بالرعاية الصحية وذكر تقرير أعدته وزارة الصحة أنه تم علاج مليوني مواطن على نفقة الدولة خلال العام الماضي وتقديم 1.6 مليون إجراء جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار